أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود مجلس الوزراء على نتائج لقاءاته بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات ووزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت والمبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا سيمون مكدونالد وثمن مجلس الوزراء زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقتين القصيم وحائل التي شهدت تدشينة ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية ونوه المجلس بتوجيه الملك بإطلاق سراح السجناء والمعسرين من المواطنين بالمنطقتين في قضايا حقوقية وتطرق المجلس إلى دعم المملكة المستمر للقضية الفلسطينية مشيرا إلى تحويل مساهمات دعم موازنة السلطة الفلسطينية لأشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2018 بما فيها المساهمة الإضافية بإجمالي 60 مليون دولار وجدد مجلس الوزراء تفجير الموصل العراقية إدانته لتفجير الموصل العراقية ولهجمات انتحارية في العاصمة الصومالية مقديشو وفي العاصمة الأفغانية كابل وحادث الطعن في مدينة مالبورنة الإسترالية مؤكدا رفض المملكة لجميع مظاهر العنف والإرهابي والتطرف وأكد المجلس أن رعاية خادم الحرمين الشريفين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد تعد تعبيرا عن دعمه المستمر للجائزة بما يحقق رسالتها الإنسانية والاجتماعية والتنموية